تنظم اليوم هو صميم الممارسة الانتخابية لأنه يحزب سيقدمها في صهور برنامج دياله بالنسبة للترشيح ديالي هو ترشيح اللي جاء في سياق زمني وسياسي يعني معين لأنه أعلنت أنا سابقاً أني أدعم بكل قوة ترشيح ديالي الاميلان الهجب سيقريب لأعتبارات مهمة وواضحة الرجل اللي كانت تعتبره قمة فنوت السياسي قمة في أخلاق السياسية ورؤية رجل كوفر يعني فات سياق أدعم الخرصية للان الهام تدعم يعني وتتقدم بالترشيح نعم تتقدم يعني كواصف لنائحة حزب استقلال يعني الحضور ديالكم في ديال الانتخابة يعني توقعات ديالكم تبدأ انتخابات سيغير مستوى أقليم ديالايش نعم لكل حال انتم أصحبوا اننا في انتخابات المغرية بسيطاني تكون في المفاجأة ولكن يعني يعني الأمل واعدة في الضفر في المقعد يعني العامل كما قلت لك صراحة لأننا نفتقل يعنيش ممتركة عرف يعني كان أحد مننا ديال تراجع المستوى الحضور في مؤسسات مياريا وبرلمان على المخصوص يعني أخ نزار مركات الرجول اللي أنا سفسيا وانا دووز نتعارب جريبة ديال رئيس مجلسة اللي كان علق عليه أمال يعني في الاتفاة من هذا الإقليم والمتشيل دياله من أو اعتبارك يعني مرشح يعني الحضور ديالك انتا لأنك اللي كان لك انتقل لي فوجبا أنا كلها لما المقعد أو يعني حسابة خلوط دياله فتخار أنا ما كممرا بشي خط زينتي يعني أنا بنشويك اللي كان دعم للترشح ديال الإنعام وهذي نعمال ما في في وسعية رفقة إخوة آخرين من أجل يعني بشتبوة المقعد برلماني أما أنا فأنا أعتقد أني مهم أن يعني ما فهمش بالطبس للسؤال ديالك